افتتح سعادة الدكتور وليد خليفة المانع ووكيل وزارة الصحة فعالية الاحتفال بأسبوع التمنيع العالمي تحت شعار حملة الاستدراك الواسعة والتي نظبتها إدارة الصحة العامة بحضور عدد من كبار المسؤولين والموظفين والعاملين الصحيين المعنيين وأوضح سعادة وكيل وزارة الصحة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس العمل المشترك في مجال الوقاية من الأمراض وتطبيق الاستراتيجيات الصحية حيث يهدف الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمنيع إلى تسليط الضوء على العمل الجماعي اللازم لحماية المزيد من الناس وخصوصا الأطفال من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات من خلال تكاتف الجهود ونوها وكيل وزارة الصحة إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجيات الصحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية وتقوية القدرة الوطنية في هذا المجال من خلال التكامل مع جميع مسويات الرعاية الصحية وأكد سعادته أن مملكة البحرين ماضية في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والشراكة مع المعنيين لعمل الدراسات والبحوث التي تتعلق بعبئ الأمراض ومدى الاحتياج لإدخال اللقاحات ورصد أي مضاعفة قد تعقبها لعلى مملكة البحرين كانت سباقة ولنفتخر جدا بما وصلت إلى مملكة البحرين من إنجاز كبير بالنسبة للتمنيع اللي بدأ من الثمانينات من الف وتسعمين ممكن واربعة وثمانين ولعلى كثير من الأمراض التي ممكن الوقاية منها بالتمنيع جميع الحمد للرب عن بفضل ما تقدم الحكومة عامة من اهتمام لمن يعيش على عرض هذه المملكة أصبحت مملكة البحرين سباقة جدا وإنجاز كبير وتعتبر من أول الدول في العالم اللي بلغت نسبة التطعيمات فيها أكثر من 95% نحن في وزارة الصحان أول على الوعي المجتمعي للحفاظ على التقطية بالتطعيمات عالية لتجنب الأمراض المعدية التي ممكن تجنبها بالتطعيمات نأمل من جميع الأمهات والقائمين على رعاية هذه الفئة بالمبادرة لأخذ التطعيمات الروتينية في وقتها المدرج في جدول التطعيمات كالمعتاد لتجنب رجوع الأمراض التي تم التخلص منها إلى مملكة البحرين منظمة الصحة العالمية لهذا العام شعار حملة الاستدراك الواسعة والتي تعنى بالتأكد من استكمال اللقاحات للفئات المستهدفة بها وخصوصا الأطفال وذلك بعد مرور جائحة كوفيد وهذا الأسبوع يتم فيه إذكاء الوعي بأهمية التطعيمات لأنها أحد أهم التدخلات الوقائية للسيطرة على الأمراض المعدية والجوائح أن التمنيع لا يقتصر فقط على الأطفال وإنما يمتد طوال المراحل العمرية فإحنا عندنا تطعيمات إلى الكبار تطعيمات إلى كبار السن تطعيمات إلى ذوي الإختطار من يعانون من أمراض مزمنة وفي هذا اليوم نأخذ الفرصة أن نذكرهم بأهمية هذا التطعيم لأن التطعيمات هي أهم تدخل تم اكتشافه للوقاية من الأمراض المعدية فنشجع الجميع في هذه الأيام أنهم يحاولون يستكملون تطعيماتهم إحنا عندنا في البحرين جدوى لتطعيمات الأطفال وجدوى لتطعيمات الكبار تطعيمات أيضاً ترجمة نانسي قنقر